السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع في هذا الموعد من يحكى أن وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة في فترات كتيرة في الحلقة ممكن حضراتكم تبعت لنا الأسئلة التي تعايزينها أو تبعت لنا التعليقات التي تعايزينها ممكن كمان أن ترجعوا لمحتوى أي جزء سابق من حلقاتنا حلقاتنا بالكامل موجودة سواء كانت حلقات كاملة أو مقسمة يعني ممكن الحلقة الوحدة تلوها مقسمة على مثلا 7-8 أجزاء وأكيد ممكن حضراتكم أن تكتبوا بعض الموضوعات في السيرش يعني أو في البحث تكتبوا موضوع معين وبعدين سلاش كده دكتور محمد رفعت يحكى أن قناة الأولى تلفزيون المصر أو قناة الأولى ونشوف هيطلع لنا إيه إن شاء الله ممكن يطلع لكم أجوبة يعني عن الموضوع اللي تسألوا عنه إذا ما طلعش أجوبة ابعتولنا فبناخد في الاعتبار على طول هذه الملاحظة وبنخصص حلقات حضراتكم اللي بتكونوا عاملين الإعداد بتاعها من خلال إنكم وجهتونا ناحية الحديث عن هذا الموضوع حلقة النهاردة من ضمن الحلقات اللي حضراتكم اللي عملتوا عليها الإعداد يعني حضراتكم اللي بعدتوا وسألتوني في حاجات معينة وبناء على كده لقيت إن إحنا ما تكلمناش في هذه الموضوعات قبل كده ودي بتبقى حاجة مبهجة جدا ويعني ومفرحة جدا إن الواحد يحس إنه هو بنقدم معلومات جديدة تخص أو تخدم قطاع عريض من الناس موضوعنا الأول النهاردة عن موضوع غير تقليدي في الكلام عنه شوية أو ممكن الناس تخدوا على إنه موضوع عادي مش هنضيع وقتكو هقول لكم الموضوع عن إيه هو عن استخدام اليد اليسرى أو الإيد الشمال بشكل أساسي أنا غلطة وبعمسك اليمين يعني الطفل الأشول أو اللي بيستخدموا إيههم الشمال غير اليمين في حد ممكن يقول يعني هو ده موضوع يستحق إن إحنا نخصص له جزء من حلقة الإجابة أيوة هتعرفوا ليه بقى لما تسمعوا الموضوع مبدئيا اكتشاف الطفل إيه ده حد ممكن يقول دلوقتي حال يعني اكتشاف الطفل إيه ده أيوة اكتشاف الطفل إيه ده من أهم الحاجات اللي بتحصل للطفل خلال الشهر السادس واكتشاف الطفل إيه ده معناها إيه؟ معناها إن الطفل طول الوقت باصس ناحية إيه ده وإيه ده بتتحرك ولكنه غير مدرك إن إيه ده تبع جسمه يعني هو فاكرها حاجة خارجية عند الشهر السادس بيبتدي الطفل يتأكد إن إيه ده امتداد طبيعي لجسمه ومش بس كده إنه هو كمان اللي بيتحكم فيها وهو اللي بيجيبها يحركها هو اللي بيرفعها هو اللي بينزلها وهكذا فاكتشاف الطفل الإيه ده بيحصل خلال الشهر السادس بيعقبوا على طول تطور كبير جدا في المهارات العقلية عند الأطفال وهو بداية التدريب على استخدام الأصابع وهذه المهارة من المهارات القوية جدا والراقية جدا جدا في التطور البشري وطبعا عند الأمات والأباء بقى لها مسمات تانية خالص اسمها خلوا بالكوا اوعوا تسيبوا حاجة في الأرض أو متسابة أو حاجات صغيرة أو حاجات أجزاء سيسهل تفكيكها لأنه هي دي برضو الفترة اللي معظم الأطفال بيبدأوا فيها مهارة الزحف إذا زحفوا لأن في أطفال مش بتسحفوا ده طبيعي يعني أن الطفل يسحف أو ما يسحفش ده طبيعي فبيتزامن بداية مهارة الزحف مع بدايات استخدام الأصابع عند الأطفال وما أدراكم ما هذه المهارة بقى بتلاقوا الطفل شايف حاجات غير اللي احنا شايفينها لأن البروسبكتف بتاعته أو الpoint of view أو وجهة النظر بتاعته مختلفة خالص عننا يعني احنا ممكن نقف كده ونقول آه تمام مكان آمن كله تمام لأ لازم ننزل كده على ركبنا ونبص تحت الكنبة ونبص تحت السرير ونبص تحت الكرسي حاجات اللي احنا مش شايفين بقى لأن الطفل بقى تحت هو ده الفيلدوف فيجن أو هو ده مجال الرؤية بالنسبة له فتلاقوا بقى بيجيب حاجات لا تخطر ليكم على بال بخلاف بقى أن أي حاجة يسهل تفكيكها الطفل بيعتبر أن ده تدريب مش غلاسة علينا ولا حاجة هو بيبقى همه الرئيسي أنه يبتدي يفك الحاجات من بعضها نرجع تاني لموضوعنا وهو استخدام الإيد الشمال أو اليد اليسرى عند الأطفال معظم الأطفال بيستخدموا إيديهم اليمين والشمال بنفس القدر ده في الأول يعني في الشهور الأولى وتحديدا لغاية شهر السابع بيستخدموا إيديهم اليمين والشمال عادي بعض الأطفال بعض الأطفال عند نهاية الشهر التامن نهاية التامن يبتدوا يفضلوا أحد اليدين يعني يبتدوا يفضلوا استخدام الإيد اليمين مثلا أو الإيد الشمال ده بعض الأطفال مش كلهم بعض الأطفال وإمتى عند نهاية شهر التامن بعض الأطفال التانيين لا يظهروا هذا التفضيل حتى نهاية السنة الأولى يعني لغاية السنة الأولى تلاقي ديهم اليمين والشمال شغالين زي بعض بالزبط لكن بعض الأطفال بعد شهور ده أطفال تانية بقى بعد شهور من تفضيل إيد معينة بيرجعوا يفضلوا الإيد التانية بشكل أساسي الأطفال محيرين جدا في هذا الأمر أنا ليه بقول لكم المعلومة دي بالأحوال المختلفة دي لأنه من المبكر قوي أنه خلال شهور نحكم على الطفل ده إذا كان هيبقى أشوال ولا أيمن يعني بيستخدم إيده اليمين بشكل أساسي ولا الشمال لأ لنزامة بقول لكم في أطفال كتيرة قوي لغاية شهر السابع يستخدموا ديهم لتنين زي ما هم في أطفال لغاية نهاية الثامن يبتدوا يفضلوا إيد في أطفال ما يفضلوش إيد إلا بعد نهاية السنة الأولى في أطفال بعد ما يفضلوا إيد يعني عند مثل شهر التاسع والعاشر والحداشر والاثناشر يستخدموا إيدهم لبين؟ يرجعوا يستخدموا إيدهم الشمال هو إيها اللي تبقى الأساسية خلاص في كل الأحوال في كل الأحوال كل المطلوب من حضراتكم كأم وأب إنكم تسيبوا الطفل يستخدم الإيد اللي يرتح له نسيب الطفل يستخدم الإيد اللي يرتح له يعني إيه؟ يعني بلاش تجبروا الأطفال على استخدام إيد معينة الله هو في ناس يا دكتور محمد بيعملوا حكاة دي ده في ناس كتير قوي بيعملوا كده وهقول لكم هتستغربوا بقى الأب أو الأم اللي بيستخدموا إيدهم الشمال مثلا بشكل أساسي يعني أب أشول أو أم شولة تلاقيهم هم يعني بيبقوا يعني سواء هم الاتنين أو حد منهم مصرين إن طفلهم يبقى زيهم يعني هم قرروا كده يعني تلاقي الأم قررت إن أنا بستخدم إيدي الشمال بشكل أساسي أنا شولة خلاص لا لازم يبقى ما هو يعني لازم يبقى وارس الحكاية دي مني فتلاقيهم هم اللي بيجبروا أطفال وأحيانا الأب طب أو يعني الأب زي الأم ده غلط ده غلط كبير أو الحكاية ما فاش إجبار هتعرفوا دلوقتي الموضوع مالوش إعلقة بيكو أصلا بحضراتكم إلا في جزئية بسيطة جدا هنجيب برضو هنقول إيه هي ولكن العنوان الرئيسي إيه لا تجبروا الأطفال على استخدام إيد معينة وطبعا العكس يعني لو لاحظتوا إن الطفل بيستخدم إيده الشمال وإنتوا بستخدموا إيدكم اليمين ما تجبروهوش إن هو يستخدموا اليمين ليه بقى أقولوكم الحكاية دي برضو هتقولولي هو فيه ناس ممكن تبقى تعمل كده مصرة يعني على الموضوع ده ده فيه ناس مصرة ده أي إصرار ده حكاية الأكل بالإيد اليمين دي بالذات منتشرة جدا الأكل بالإيد اليمين اللي هو ناكل وخلي بالك ما تاكلش بإيدك الشمال والحاجات دي كلها وبتاع فتلاقي الطفل خلاص هو يعني هو عايز يكن لوحده الطفل خلاص ابتدى يكبر يعني وعايز يكن لوحده خلاص بس هو التركيب الفيسيولوجي بتاع المخ بتاعه الفص اليمين هو المسيطر ما هو فيه فص يمين في المخ وفص أيصر فص أيمن وفص أيصر ناحية يمين وناحية شمال في المخ حسب مين هو الفص المسيطر فلو الفصل المسيطر أو الأعلى في يعني هو اللي بيقرر أنه هو اللي يبقى هو مسيطر لو الناحية اليمين إبقى الطفل ده يطلع أشهر لو الفصل المسيطر هو الشمال الطفل ده يستخدم إيده اليمين خلاص فتلاهوا لا بقى فيه ناس في حكاية الأكل دي بالذات أنا بقول لكم خلوا بالكم الحكاية دي قوي خلوا بالكم قوي من الحكاية دي الأمر هنا له جانب علمي وطبي ليس له أي علاقة بالجوانب الروحانية أو الجوانب الدينية خالص اللي لقى كل الاحترام والتقدير والتوقير وكل حاجة ولكن احنا هنا بنتكلم في حاجة علمية فهنا لا يجب اجبار الطفل على انه يأكل بايده اليمين لو هي الايد اليمين مش هي الايد الاساسية ايه اللي هيحصل لو اجبرناه هينتج عن كده ايه وقوع الاكل ان الطفل هتلاقيه بقى ايه عايز يأكل بايده الشمال مش عارف فيأكل قصدي بايده اليمين بقى احنا بنجبره فتلاقي الاكل بيقع فلما الاكل يقع ايه اللي هيحصل بيحصل عقاب بيحصل ايه بيحصل اريفة للطفل فتلاقيه الطفل ممكن يبقى كاره موضوع الاكل بسبب الموضوع ده فتلاقيه الطفل صحته تتراجع بعد الشر كل ده ليه لا نستوعب كده ونفهم ونتعقل ونقول ان ده حاجة ملناش علاقة بيها دي مش حاجة سلوكية احنا بنربي عليها الاطفال الجزئي اللي قلتها لحضراتكم وقلتلكم هجيب سيرتها ان احنا يعني حد ممكن يقول يعني انا كاب او واحدة تقول انا كام ماليش اي دور في الموضوع ده يعني مش انا السبب هقول لكم في البدايات خالص في البدايات خالص يعني في الشهور الاولى ممكن يكون التقليد هو الدافع يعني ايه التقليد مش الطفل بيقلدنا في كل حاجة فاكرين لما بقول لكم احنا عشان يعني الطفل من عند من بداية الشهر الخامس خلاص بيبتدي مهارة التقليد عنده دي تبقى يعني مهارة متقنة جدا وبنبتدي نعمل ايه بقى نعمل اختبارات نطلع لساننا وندخلوا نلاقيه بيقلدنا ناكل فيقلدنا في الاكل نحط ادنا على وشينا بطريقة معانا الاطفال يعني مركزين معانا جدا وتلاقوا الاطفال الولاد يركزوا مع الاب جدا والاطفال البنات يركزوا مع الام جدا عشان كده خلوا بالكم انتوا كأباء وامات انكم يعني محطة انظار الجماهير الاطفال بيعملوا زيكم في كل حاجة بيقلدوكم في كل حاجة حتى في طريقة المشي يعني لو انت بتمشي بطريقة معانا او انت بتمشي بطريقة معانا في طريقة القعدة في الكحة لما الأب والأمي حتى يقع إيدها يقلدوكوا في كل حاجة فأنا بقول لكم في الشغور الأولى ممكن يبقى التقليد هو الدافع يعني إيه يعني الأم كل حاجة بتعملها لو الأم بتستخدم إيدها اليمين الإيد اليمين عند الأم يقابلها الإيد الشمال عند الطفل يعني ببساطة الطفل بيعايز يحرك الإيد اللي حضرتك بتحركيه فأنت مثلا بتلعبيه عمالة تعمليه له كده بإيدك إيدك على اليمين يوم هو يحرك إيده المقابلة تبقى الشمال خلاص؟ طيب هل الأمر ده هو ده الموضوع؟ أبدا أبدا لازم ملاحظة الطفل بعد كده وهو الواحده خاصة في أوقات اللعب ولما نديله حاجة يعني الطفل بقى قاعد يلعب هو مستغرق في لعبه وكلام ده كله وزي ما اتفقنا أفضل وقت إن احنا نبتدي نقرر بعد نهاية السنة الأولى خلاص؟ ونبتدي نرائب الطفل بقى من بعيد ندينه ألعابه بتاعه في حالة الطفل الأعصر أو الأشول بيكون الفص اليمين من المخ هو المسيطر خلاص؟ فإحنا نخلي بالنا بقى المعيار بتاعنا إيه؟ إن احنا نرائب الطفل من بعيد سيبينه بقى في ألعاب وسيبين حواليه حاجاته خلاص؟ أهو زي ما أنا كده بسا قدامي المج وقدامي ورق وقدامي تابلت وبتاعه لو لقيته الطفل بقى بيروح بيده الشمال كده وبيمسك الحاجة بيده الشمال يحاول يفكها بيده الشمال وإحنا ملناش دقى أي تدخل يبقى تتأكدوا إن الطفل يفضل استخدام هذه اليد اللي هي اليد اليسرى وساعتها ده بيشير إلى إن الفص اليمين من المخ هو الفص المسيطر والعكس بالعكس لما الطفل يستخدم إيده اليمين يبقى الفص الشمال في المخ هو المسيطر دي حاجة علمية يا جماعة ملناشي إحنا دخل فيها أكثر الدراسات الطبية أكدت تميز الفئة دي من الأطفال اللي هما بيستخدموا إيدهم الشمال بشكل رئيسي بيكونوا لحظوا إنهما بيكونوا متميزين جدا في مجالات الرياضة والفنون والابتكارات المعمارية وأظن إحنا بشكل شخصي دايما يعني يا ما سمعنا أو شفنا أو ما زلنا حتى بنشوف الحمد لله يعني رياضيين مثلا في كرة القدم تلاقيهم بيستخدموا رجلهم الشمال يقول لك ده حريف ده هو الشمال بتاعته هو إيه فظيه خلاص وتلاقيوا بقى اللاعبين كرة القدم دول بيحاولوا يمرون نفسهم على استخدام الرجل التانية أو كلام ده كله لكن بتبقى يعني معيار جودة أو معيار مهارة إن اللاعب ده بيلعب برجله الشمالية فأنا بقول لكوا الدراسات الطبية أكدت إنهما بيكونوا مميزين جدا في المجالات الرياضية ومجالات الفنون والابتكارات المعمارية كمان حاجة تانية أكدتها الدراسات الطبية إن الأطفال الذكور الأولاد يعني اللي بيستخدموا إيدهم الشمال بيكونوا أكتر من الأطفال البنات وفي دراسات دلوقتي شغالة على ربط استخدام الإيد الشمال بهرمون التستستيرون اللي نسبته عند الذكور أعلى بكتير من الإناث يعني بيحاولوا بقى يدرسوا إعلاقة هرمون التستستيرون التستستيرون ده موجود كتير قوي عند الولاد عند الذكور طيب إيه علاقته وحكاية الفص اليمين من المخ والكلام ده كله محاولات إجبار محاولات جمع محاولة محاولات إجبار الطفل على عدم استخدام الإيد الشمال بطريقة رئيسية وهو يكون هو ده خلاص رغبته وهو عايز كده وده أردر من المخ أو المخ بتاعه هو اللي بيشير عليه أو هو اللي بيؤمره إنه هو يستخدم إيده الشمال إجبار الطفل بقى إنه ما يعملش الحكاية دي غير إنها بتؤدي لحالات القلق والتوتر الدائمين عند الطفل ممكن تؤدي كمان إلى التلعثم ياه ده مش بس كده والإصابة بالصعوبات التعليمية ياه كمان دي حاجة مهمة أخلوا بالكم هنا إجبار الطفل اللي هو اللي بيستخدم إيده الشمال بشكل أساسي إنه إحنا نجبره إنه هو يستخدم إيده اليمين مش بس إن الطفل بيبقى مقاريف أو مدائي أو قلقان أو متوتر لا ده لها انعكاسات خطيرة لها مضاعفات خطيرة ممكن زي ما بقول لكم صعوبات تعليمية أو إصابة الطفل ده بالتلعثم إحصائيا ودي نقطة مهمة أوي عايز أقولها لحضراتكم إن 70% من البشر 70% بيستخدموا إيدهم اليمين بشكل رئيسي 10% بيستخدموا إيدهم الشمال بشكل رئيسي 10% بس يعني الشول 10% بس المفاجأة بقى إن 20% من البشر بيكونوا قادرين على استخدام إيدهم اليمين والشمال بنفس الدرجة وزي ما قلت لكم طبعا استخدام الإيد الشمال هنا بتكون معناها في الرياضة زي قرة القدم تحديدا استخدام كمان الرجل الشمال بشكل أساسي ده كان موضوعنا الأول في حلقتنا النهاردة وكان عن استخدام اليد اليسرى بشكل أساسي عند بعض الأطفال واللي عرفنا إن نسبتهم بتكون 10% هنطلع لفاصل ونرجع نكمل موضوعاتنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل خليكم معا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة من يحكى أنه من التلفزيون المصري القناة الأولى اتكلمنا في الجزء الأول عن موضوع غير تحديدا وكان عن الأطفال الشول أو الأطفال اللي بيستخدموا إدهم الشمال أو اليد اليسرى بشكل رئيسي كلمنا عن حاجات كتيرة عن هذا الموضوع وحذرنا من حاجات كتيرة أرجوكم اللي ما تبعش هذا الجزء وانضم إلينا حالا يرجع لهذا الجزء على وسائل التواصل وكمان أنا برجوكم بقى حاجة تانية أنا دايما أقولها لكم في حلقتنا يعني من يحكى أنه لما تلاقوا مثلا في المحيط بتاعكم مثلا على مستوى الإخوات أو الأرايب أو الأصدقاء وعندهم طفل بيستخدم إيده الشمال بشكل رئيس طفلة أو طفلة وشفتوا أنتوا الحلقة اتعابوا شوية معلش يعني ودي حاجة يعني تؤجروا عليها حاجة كويسة ويبعثوا بقى هذا الجزء مثلا للأسرة دي إذ ربما يكونوا هما ما شفوهاش ما شفوش الحلقة دي فإحنا كده نبقى بنفيدهم أنه هما ما يجبروش أطفالهم اللي بيستخدموا إيدهم الشمال بشكل رئيسي ما يجبروش أطفالهم لأنه عرفنا كمان الموضوع ده له مضاعفات ممكن تصل إلى درجة الإصابة بالتلعثم أو الإصابة بالصعوبات التعليمية ودي حاجة مش مطلوبة خالص خاصة أن إحنا عرفنا أو فهمنا أن الأمر كله له علاقة بالمخ ملوش علاقة بالإيدين أصلا له علاقة بالمخ والفص اليمين والفص الشمال زي ما أنتوا بقى سمعتوا أو تابعتوا خدمة دي لوجه الله كده تعملوها ويبقى كده إحنا بنعمل بقى حاجة حلوة وبنعمل حاجة طيبة وبنستخدم وسائل التواصل إن إحنا ننشر بيها الوعي وننشر بيها العلم صح؟ يبقى كل واحد كده شاف الحلقة دي وآه ده أنا أختي ده أنا واحد صديقي ده أنا حد من قريبنا عارف إن عندهم بنت بستخدم إيه ده شبا أبعت لهم بقى الجزء ده هيستفيدوا منه يمكن يكونوا ما شافوهش ويا سلام كمان بقى لو ما كانوش شافوه شوفوا بقى الفايدة وشوفوا الحاجة الحلوة اللي هتكونوا عملتوها هتكون قد إيه موضوعنا التاني النهار ده عن موضوع بقى غير تقليدي خالص يعني تقريبا ما حدش بتكلم فيه خالص أو ما حدش تكلم فيه خالص هكذا أظن يعني وبرضو حضراتكم اللي سألتم عنده وهو عن الصداء هتقولول ليصداء غير تقليدي أقول لكم الصداء عند الأطفال مش عند الكبار خلاص الصداء عند الأطفال ده موضوعنا التاني النهاردة الصداع عرض شائع جدا جدا عند الأطفال يا دكتور ويلها عند الكبار عند الأطفال زي الكبار كده بالزبط الكبار نسبة رهيبة من الناس يعانوا من الصداع نسبة كبيرة جدا والحقيقة مش مجال ان احنا نتكلم عن الصداع عند الكبار لان الامر له جوانب طبية وجوانب اجتماعية وجوانب نفسية يعني خلينا مركزين مع الاطفال لان الاطفال ايه ده الموضوع اللي احنا عايزين نعرف حضراتكم فيه ونوعي حضراتكم تجاه القدرة على التعبير عن الصداع بتكون موجودة عند الاطفال الكبار يعني الاطفال الكبار بس هما اللي يقدروا يقولوا انا عندي صداع ممكن ما يقولوش صداع بس يقول يا ماما انا دماغي بتوجعني او يا مابا انا دماغي بتوجعني ودول غالبا بيكونوا فوق سن خمس سنوات يعني احصائيا يعني خلاص المشكلة بس في الاطفال بقى الاصغر يعني هعرفكم دلوقتي بس قبل ما اقول لكم اسباب الصداع عند الاطفال احب ان انا انبه حضراتكم لحاجة وهي الحضر من التقليد يعني ايه الحضر من التقليد كنت لسه في الجزء الاول بكلمكم في موضوع استخدام الايد الشمال وكده وقلتلكوا الاطفال بيقلدونا في كل حاجة ففي الشهور الاولى لما الام بتستخدم ايدها اليمين وهي بتلعب الطفل وهي بتغير له يعني ايدها اليمين هي الادها الدائمة المتحركة فالطفل احيانا يستخدم ايده الشمال لانية المقابلة ليه لكن ده امر غير دائم بعد ان يفضل يد سواء اليمين او الشمال او الاتنين زي ما عرفنا يعني في الجزء الاول حكاية بقى التقليد في الصداع دي مشهورة اوي اوي من كتر ما فيه امهات واحيانا اباء بيشتكوا من الصداع والاطفال زي ما قلتلكم مركزين في كل حاجة مركزين في تصرفاتنا ومركزين في كلامنا ومركزين في طرق تعبيرنا وردود افعالنا خلاص اقول لكم على حاجة شهيرة اوي احيانا مش احنا نبقى عاديم مثلا في مكان او اتعزمنا في حتة او رحينا عند بيت الجدة او الجدة او ما الى ذلك وتلاقي مثلا بنتغدى مثلا او حتى وحنا في بيتنا فتلاقي مثلا ايه انا بقول يعني ان في البيت تاما مش وارد اوي لان مفروض الناس اهل البيت بيبعارفين بس مثلا لو ايه متاكل يا فلان من الحاجة الفلانية اللي قدامك دي من النوع اللي قدامك ده فيقول ايه الاب ببساطة كده وبتلقى لا اصلا انا ما بحبش الكوس في طفل ما قاعد كده مركز تيجي بعد ايام اسابيع تيجي تقول له ما بتاكلش الكوس هو بيقلت بابا هو لا فاهم يعني ايه الكوسة ولا هي مطبوخة ازاي ولا ايه علقتها بالغزا ولا ايه اهميتها ولا حاجة كتير قوي من الامهات ممكن تيقول لك ايه انا لما بركب مثلا عربية بدوخ تبقى مش مدركة ناقلت الجملة دي كم مرة كده قدام حد من ولده تلاقوا الابن او البنت لما يركب عربية يقول انا دايخ يا ماما فخلوا بالك باس انا بحذر من التقليد في النقطة دي انه احيانا كثرت تعبيرنا او كثرت كلامنا سواء مع بعض احنا في البيت في نفس البيت او في التليفون والعيال حوالينا او جنبنا وتلاقيكي مثلا انت كأم بتشتكي من الصداع انا الصداع مش سايبني انا بأم منهم بالصداع او انا بيجيلي الصداع دا دايما بالليل قبل ما بناه واحد يجي من بره يقول ايه دا الواحد رجع من بره دماغه وما دووشها الصداع هيفرتج دماغ خلوا بالك بس ان فيه اطفال بتقلد فما بيبقاش عندهم صداع ولا حاجة تقليد يقلدوكم لكن هل دا مش معناه ان او معناه ان ما فيش صداع عند الاطفال لا الصداع عرض موجود عند كتير او من الاطفال وعرض شائع زي ما قلتلكم ولكن التعبير عنه بيكون زي ما قلنا عند الاطفال اللي اكبر من خمس سنين بيعرفوا يعبروا عن الموضوع طيب ايه الاسباب بقى ايه اسباب الصداع الاسباب معظمها بسيط ولكن في منها اسباب خطيرة وخطيرة جدا كمان يبقى اسباب الصداع بتتراوح ما بين ان اسباب تكون بسيطة خالص بسيطة وفيه اسباب خطيرة وفيه اسباب خطيرة جدا بقلوا بالك ان الاطفال الصغيرين مش بيعرفوا يعبروا عن الشكو تمام كده لكن في حال تأكدنا من وجود بعض الاسباب اللي انا هقولها دي ها لو احنا متأكدين انها موجودة فلازم نبقى عارفين ان في الحالة دي الصداع ممكن يبقى موجودة عند الطفل رغم انه مش عارف يقول يعني ممكن يبقى عمره سنتين سنة ونص تلات سنين بس الاسباب موجودة الاسباب اللي هيقولها الدكتور محمد دي الله دي موجودة تمام كده يبقى معنى كده ان ابني او بنتي صغيرين اوي دول عندهم صداع يعيني اه عندهم صداع خلوا بالكم اللي بيعرف يعبر ده الطفل الكبير زي ما قلتلكم اسباب الصداع اسباب بسيطة وهي الاسباب غير المراضية ولكن هناك اسباب مراضية خطيرة وفي اسباب خطيرة جدا كمان هنبدأ بالاسباب البسيطة او الاسباب غير المراضية الصداع عند الاطفال ممكن يكون سببه الارهاق التعب وتحديدا قلة النوم ايام الدراسة يعني ايه قلة النوم ايام الدراسة يعني احنا في وقت مثلا في مدرسة الاطفال بتروح المدرسة والاطفال مش بتنام كويس احنا اتفقنا قبل كده ان النوم عند الاطفال 8 ساعات بلس يعني 8 بلس 8 ساعات فما اكثر اقل من 8 ساعات يبقى عندنا مشكلة فقلة ساعات النوم في ايام الدراسة الصحيان بقى بدري والنزول ويوم دراسي والكلام ده كله ده ممكن يعمل صداع يبقى قلة ساعات النوم نتيجة عدم كفاية النوم يعني هو عدم كفاية النوم ده او اللخبطة دي ممكن تحصل كمان لسبب غريب قوي ايه هو مش احنا الاسبوع فيه وفيه اجازة مثلا جمعة وسبت فيه خطأ بقى بيحصل ان امهات واباء يسمحوا لاطفالهم بزيادة الصهر في ايام الاجازات يسهروا اكتر لا ده غلط هتقولولي بس هم بقى بيبقوا عارفين خصوصا احنا بنتكلم على الاطفال الكبار كمان شوي ان دي اجازة ويقولك يا ماما بكرة اجازة مش بكرة اجازة احنا نسهر بقى في حدود نزود ساعة ساعة ونص ده على الاكتر ليه لان لما كل اسبوع يحصل ان احنا مثلا بننام في وقت معين عشان لازم نسحب في وقت معين عشان ما عادل مدرسة ونيجي وقت الاجازة نسمح بالصهر فترة اطول او يعني يبقى انهم يتأخر اكتر ده بيسبب حاجة اسمها تشوش مراكز الانتباه ومراكز التيقص في المخ ما هو كل حاجة في جسمنا خاضعة للتعود لو حضرتك متعود تتغدى او تفتر حضرتك او حضرتك يعني او حتى اطفال تكلوا الوقت معين عدتوا تعملوا الحكاة دي فترة معينة اسبوعين فاكثر جسمكو بيتمرن على الحكاة دي يعني انتوا عدتوا اسبوعين تكلوا كل يوم الغدا مثلا الوجب الرئيسية خلينا نقول الغدا الساعة اربعة او الساعة تلاتة خلاص كده هم اسبوعين بعد 14 يوم هتلاقي نفسك الساعة اربعة دي هتجانن عايز تاكل لو قعدت انك تزبط الالارم او المنبه في التليفون ولا في منبه عادي ولا بتاع انكو بتصحوا مسلا الساعة سبعة صبح او تصحوا ساعة ستة ونص الصبح خلاص بمرور الوقت هتلاقي نفسكو ممكن تصحوا قبل المعدة بديقتين كم من غير الالارم ولا حاجة خلاص جسمكو بيدخل هو جوى المعادلة فنتيجة ان احنا بننام في وقت معين عشان نسحى في وقت معين انا بتكلم هنا عن الكبار والاطفال او على الاطفال تحديدا خلينا في الاطفال لان الكبار ما مش ملتزمين فخلينا نتكلم على الاطفال اللي لازم يكونوا ملتزمين بيناموا في وقت معين عشان يصحوا في وقت معين عشان يقضوا يوم دراسي طبيعي ما يبقوش بقى نايمين على روحهم وما يبقوش مش فاهمين في المدرسة وما يبقوش متوترين وكلام ده كله فبيناموا في وقت معين ويصحوا في وقت معين نيجي بقى احنا في الاجهازة في الجمعة والسبت نخليهم يصهروا فما يناموش في الوقت المعين وبالتالي يتأخروا في الصحيان ده بيعمل تشوش أو ارتباك في مراكز التيقص في المخ أو مراكز الانتباه فده يؤدي إلى الصدع خلاص؟ طيب السبب الثاني غير عدم كفاية النوم بقى أو لخبطة النوم توطر الأعصاب هتقولولي هو العائلة الصغارين دول أعصابهم كمان ممكن تتوتر أنا عايز أقولكم أن الأعصاب عند الأطفال بقى بتتوتر أكتر من الكبار ليه؟ الكبار وأدعو الله يعني أن كلامي يكون سليم أن الكبار مفروض أن احنا بنتوتر لأسباب موضوعية يعني أنت متوتر ليه كده؟ أصلا أنا خايف من الشيء الفلاني فالشيء الفلاني ده لازم يكون حاجة عليها الإيمة يعني خلاص؟ فحتى في دين قولك طب بس ما تتوترش كده يعني خير إن شاء الله الأطفال بقى غير كده الأطفال بيتوتروا من أي حاجة يعني الأطفال مثلا قالوا إيه؟ إحنا عايزين نتفرج على حاجة معنا في التلفزيون فجدت ماما مثلا بتقوله إيه؟ طب يلا نغير هدومنا الأول ونخسل إيدينا وبعدين نتفرج على التلفزيون ما قالتش لأ هو فتلاقي الطفل يتعصب جدا لأ عايزة تفرج على التلفزيون ويتقانق معاكم مش دا بيحصل؟ فالأسباب اللي بتخلي الأطفال أعصابها تتوتر كتيرة جدا ومعظمها غير موضوعي لكن في أسباب موضوعية زي قبل أيام الامتحانات مثلا أنا امتحانات بقى وأثناء الامتحانات إمتى بقى؟ لما الأب والأم يبقوا حطين ضغوط على أولادهم مش بقول كده إن معنى كده إن الطلبة والطالبات يبقوا مهملين أو كده لكن مطلوب يا جماعة أن احنا نعدل طرق المذاكرة نعدل طرق المذاكرة المذاكرة لها طرق هبقى والله يعمل لكم حلقة عن الموضوع المذاكرة لها طرق الفترات اللي تععد فيها قد إيه ويعقوبها فترة قد إيه وتاخد بريك إمتى هقول لكم هنعمل حلقة عن الموضوع ده إن شاء الله وتبقى حلقة حلوة بإذن الله خلاص؟ يبقى لازم تعديل طرق المذاكرة لازم كمان توضيح الأهداف للأطفال أثناء فترات المذاكرة يعني إيه؟ يعني إحنا مثلا بنذاكر دلوقتي ليه؟ عشان هدف معين عشان عندنا مثلا امتحان وعشان نفهم الموضوع ده علشان طرق التعليم دلوقتي الحديثة أو تطوير المناهج بيبقى فيه كمان بتعتمد على الفهم كمان مش بتعتمد على الحفظ فلازم نتأكد إن الطفل فاهم هو بيذكر إيه؟ مش إنه يبقى حافظ وطبعا ربنا يعني يزيل آفة الدروس والحاجات دي كلها لأنها آفة فعلا حاجة مش منطقية يا إن الطفل بيروح مدرسة الصبح وبعدين يرجع دروس وبتأكد ما هو أي طفل طبيعي في الدنيا في الدنيا كلها هيحس بأعباء كبيرة جدا جدا وده هيؤدي إلى إرهاق ذهني كبير ينتج عنه الإصابة بالصداع لسه أسباب الصداع الغير مرضية مستمرة معنا بس هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من حلقتنا النهاردة وهو الجزء الأخير من الحلقة واتكلمنا في الجزء الثاني جزء السابق على طول عن موضوع غير تقليدي خالص وهو عن الصداع عند الأطفال واتكلمنا عن الميكانيزم بتاع الصداع أو أن الحكاية دي شائعة ولا لا قلنا أنها شائعة وقلنا كمان أن فيه كثير من الأطفال بيقلدوا فنخلي بالنا بيقلدوا بس مجرد أنهما يسمعون إحنا ككبار بنشتكي من الموضوع لكن هذا لا يعني أن الأمر غير شائع لا الأمر شائع عند الأطفال وقلنا أن فيه أسباب للصداع أسباب بسيطة أو غير مرضية وأسباب مرضية وأسباب خطيرة يعني مرضية خطيرة لقدر الله قلنا في الأسباب البسيطة أول سببين عدم كفاية النوم أو لخبطة النوم وشرحنا ده بالتفصيل إيه سببه ده يؤدي للصداع عند الأطفال وقلنا كان تاني سبب كمان هو التوتر عند الأطفال وقلنا أن التوتر ده ممكن يكون لحاجات يعني تفه جدا أو غير غير يعني ده تشأن بالنسبة لنا يعني ولكنها مؤترة للأطفال عشان كده لازم نتجنب المعارك الجانبية دي يعني مش معنى كده أن هم بيمشوا كلامهم علينا لا بس هو أحيانا الأطفال بيبقى دماغهم فعلا تفكرهم على أدوهم يعني صغير فلازم إحنا نعيد ترتيب بعض الحاجات أحيانا يعني بلاش فكرة التربية قائمة على أنه يلتزم في اللحظة دي التربية أثر تراكمي التربية الجيدة دي أثر تراكمي إن إحنا كل ما بنعمل حاجات حلوة للطفل وبنعلمه حاجات حلوة على مدى طويل هي دي التربية الكويسة تمام وقلنا كمان إن ممكن ده يكون له علاقة بقى بأسباب موضوعية زي توتر الامتحانات أو أثناء الامتحانات والكلام ده كله وقلنا إن إحنا إن شاء الله هنعمل حلقة عن هذا الأمر عن طرق المذاكرة والأخطاء اللي بتحصل وطرق المذاكرة السليمة كفترات والكلام ده كله مريش دعا طبعا بالمواد الدراسية لكن هقولكو الفترات اللي لازم الطفل يعودها مثلا في المذاكرة قد إيه والكلام ده كله وفترات الراحة وفترات الراحة دي اللي يحصل فيها وهكذا وصلنا دلوقتي للسبب التالت من أسباب الصداع وهو الجلوس في الأماكن المزدحمة الجلوس في أماكن مزدحمة لو أطفال يعني ده يصبهم بالصداع الله هو الأطفال ممكن يعودوا في أماكن مزدحمة طبعا على رأسها الفصول الدراسية أوتوبيسات المدارس وسائل توصيل الأطفال وسائل توصيل الأطفال أنا يعني بشوف ده كل يوم بشوف عربيات اللي هي بيسموها إيه دورة مدارس أيا كان بقى نوع العربية العربيات اللي هي الصغيرة عربيات أكبر شوية وبص كده وأفاجأ بكم أطفال كبير جدا يعني الأطفال اللي جوه أكتر بكتير من السعة المقررة للمركبة دي والأطفال فعلا بيبقوا حرفين قاعدين على بعض مزدحمين والكلام ده كله خلاص؟ فلازم نخلي بالنا أن ده يؤدي إلى الإصابة بالصداع ده من المؤكد يعني كمان لو فيه السبب الرابع يعني وجود أسباب لقلق الطفل في فترات الدراسة هو الطفل ممكن يقلق من إيه في فترات الدراسة؟ طبعا يقلق أول حاجة من ضغوط الوالدين يقلق من ضغوط الأب والأم اللي ممكن يبقوا فرضين عليه تارجت أو هدف معين أنه درجات معينة يحققها أنه ترتيب معين ما يطلعش براه يعني أنا الحقيقة يعني أحب أقول لكم لغاية بس ما نعمل الحلقة دي حكاية أنك لازم تطلع من الأوائل وكلام ده ده مش صح إحنا عايزين الطفل يبقى فاهم وعارف ومستوعب وحكاية الترتيب دي فيه فوارق فردية لأنه كمان أحيانا الترتيب ده بيبقى خادع جدا من الخداع يعني يعني أحيانا فيه طلبة بيحققوا درجات نتيجة قدرة على الحفظ قدرة وقتية يعني بيبقى قدرة على الحفظ لغاية وقت الامتحاد لكن بعد كده بقى فيه فهم الأمور نفسها اللي ليه علاقة بالمادة الدراسية اللي هما بيدرسوها ما بيبقوش فاهمين كويس وده مش صح بعد كده لما يجبروا ويدخلوا الجامعة ويشتغلوا ده مش صح الصح إن الناس تفكر إن الأطفال تفكر مش إن الأطفال تحفظ فضغوط الوالدين دي تؤدي للصداع التنمر الأطفال لو بيتعرضوا للتنمر سواء داخل المدرسة يعني من أطفال تانين جوا نفس المدرسة أو خارجها هتقولولي خارجها زي أقول لكم لو الأطفال بيروحوا المدرسة مثلا ماش أو بيمشوا في طريق معين أو بيركبوا لحقية حتة معينة مثلا حاجة وعين بيكمله فتلاقي فيه مثلا طريق معين الطفل بيتعرض فيه للتنمر من أطفال أكبر أو من ناس أو هكذا أحيانا اللي بيؤدي برضو للصداع اللي هو يؤدي إلى توتر الطفل وبالتالي الصداع سوء معاملة أحد المدرسين للأطفال للطفل يعني فيه مدرسين عندهم غلظة كده يعني بيتعاملوا بطريقة وحشة وفيه أطفال على فكرة لما بيسألوا أو بيبقوا مش فاهمين ده ما بيبقاش زنبهم يعني هما القدرات العقلية أو القدرات على الاستيعاب بتختلف من طفل لطفل يعني حضرتك أو حضرتك كمدرسين لما بتشرحوا حاجة ربنا يا ربي يكرمكوا وتشرحوا إن شاء الله وتبقوا يعني زي الفل وتعملوا دوركوا وكده بإذن الله لأن ما أكثر اللي عندهم ضمير والكلام ده كله لازم تبقوا على وعي وعلى إدراك إن درجة الاستيعاب بتختلف عند الكبار فما بالكو عند الأطفال خلاص فخلوا بالكو من النقطة دي فالطفل اللي يبدي عدم فاهم أو اللي باين عليه عدم الفاهم أو اللي يسأل سؤال أو لو سألته فرد بعدم يعني إجابة غير صحية أو كده ده مش معناه أنه بيغلس ولا أنه قليل أدب ولا كده لكن قدرته على السعب يمكن هو محتاج الأمر بطريقة أفضل أو طريقة أبطأ أو ما إلى ذلك أحيانا الأسباب العاطفية عند الأطفال تؤدي إلى الإصابة بالصدع وأنا أقصد إلى أسباب العاطفية أقصدها بالمعنى الحرفي إن في أطفال بيبقوا صغارين أوي بس تلاقيهم متعلقين يعني طفل مثلا متعلق بزميلة معينة له أو كده طبعا دي حاجات يعني ليس لها جذور ما تلاقوش منها لكنه إحنا اتفقنا إن في أطفال كتير أوي أو معظم الأطفال تصرفاتهم وأفكارهم غير موضوعية فتلاقيهم هم يعني بيتوتروا من حاجة زي كده وأحيانا بتحصل مع المدرسين يعني تلاقوا مثلا في مدرسة وأطفال صغارين وتلاقوا مدرسة مثلا وأطفال ولاد وبنات فتلاقي مثلا بنت متضايقة قوي إن المدرسة اللي هي بتحبها قوي قوي بتعامل أطفال تانيين بطريقة حلوة فاهمين قصدي فده يؤدي للصدع كمان رفض الطفل أو رفض وجود الطفل داخل مجموعة أصدقاء يعني الطفل عايز يبقى ضمن شلة معينة أو أصحاب معينة والشلة دي غفضة فده يؤدي للصدع كل ده تحت عنوان التوتر التوتر عند الأطفال الحل هنا في التعامل الموضوعي مع السبب والعمل على إزالة السبب ده يعني ده حاجة مهمة قوي إن إحنا دايما يبقى قلبنا مفتوح ويودانا مفتوحة ولسننا كده جاهز إن إحنا نتكلم مع أطفالنا بطريقة لينة وطريقة طيبة فنخلي أطفالنا يقولولنا أول بول إيه اللي بيفكروا فيه إيه اللي بيوترهم إيه اللي مزعلهم وما نستخفش بالكلام ده نبتدي بقى نشرح لهم لما نلاقي حاجة كده غير موضوعية على الإطلاق وتعا ما نعودش نتاريق عليهم وما نعودش نقولوا إيه ده المزعلك ده أنت عبيت ولا إيه ولا أنت عبيت لا 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 ومش معنى كده برضو إحنا ناخد الموضوع بجدية جامعة لا بس ندي للحوار ده احترامه ونفكر إيه الطرق وإيه الجمل وإيه الكلام وإيه الأمثلة اللي نقدر نضربها علشان الطفل نزيل السبب اللي عمله الإشكال ده أو اللي موتره ده هو ده العمل على إزالة السبب دي كانت الأسباب غير المرضية للصداع عند الأطفال وزي ما سمعته كده أسباب بسيطة كلها دلوقتي بقى عايز أقول لحضراتكم على الأسباب المرضية لقدر الله للصداع وهي أسباب خطيرة السبب الأول ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل لأي سبب مرضي أي طفل عنده حرارة عالية هتلاقوا عنده اصداع عشان كده لازم الاهتمام بقياس الحرارة في حال اشتكى الطفل من الشكوى وعدم الاستهانة بيها يعني لو الطفل قال عندي اصداع يسولوا الحرارة كمان ده مهم قوي لما الطفل يقول عندي اصداع إذا اتفقنا إذا كان طفل كبير وقادر يعبر اهتموا انكوا تقيسوا الحرارة السبب المرضي التاني بقولنا أول سبب ارتفاع درجة الحرارة يؤدي للصداع السبب المرضي التاني اللي يؤدي للصداع هو مشاكل منطقة الفم وأشهرها تسوس الأسنان والتهابات اللثة لو اللثة فيها خراج لقدر الله دي يعني التهابات منطقة الفم دي أو مشاكل منطقة الفم دي من الأسباب المرضية للصداع السبب التالت الإصابة بالزكام أو نوبات البرد والأنفلونز ليه؟ لأن نوبات البرد والأنف الوانزة بيصاحبها صعوبة للتنفس وكحة واحتقان للأنف وهكذا الحاجات دي يعني لما تلاقوا الطفل حتى بقى لو صغير مناخيره مسدودة وبيكحة كده وبتاعه كلام دي كله اعرفوا يعني عطوله أنه عنده صدع طب أنتوا ليه؟ ليه مهم تعرفوا أنه عنده صدع علشان لا تثقلوا عليه أكتر فما يعني إيه؟ تكونوا بقى إيه؟ طيبين معاه أكتر تتكلموا معاه بهدوء أكتر تحاولوا توفروله جو أهدى شوية وهكذا فهمتوا قصدي؟ التهابات البرد والأنف الوانزة دي تؤدي للصدع السبب الرابع التهابات الجيوب الأنفية وده مثلا من الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيه حضراتكم قبل كده التهابات الجيوب الأنفية عند الأطفال عملنا حلقة كاملة عن هذا الموضوع ده يؤدي للصدع السبب الخامس من الأسباب المرضية اللي تؤدي للصدع التهابات الأذن الخارجية والأذن الوسطى السبب السادس من الأسباب المرضية للصدع مشكلات العين مشكلات العين آه مشكلات حدة الإبصار طفل عنده طول نظر طفل عنده قصر نظر طفل عنده أستجماتيزم مشكلات العين الموضعية زي إيه؟ طفل عنده التهاب في عينه التهاب موضعي عنده دمل عنده كيس دهني عنده مشاكل في الرموش عنده زيادة في الإفرازات صح كده؟ أي مشاكل في منطقة العين تؤدي للصداع وبمناسبة كلامنا عن العين يعني فيه ضرورة كبيرة جدا للاهتمام بمراجعة الكشفات الطبية للنضارات للأطفال اللي بيلبسوا نضارة خلوا بالكوا قوي من الموضوع ده لو طفلكوا بيلبس نضارة يعني تم تشخيصوا على أنه محتاج نضارة طبية لازم تسألوا الدكتور يعني نرجع تاني للكشف عشان إعادة تقييم الكشف ده بعد قد إيه؟ لو قال لكم بعد ستة شهر قلوا له حاضر لو قال لكم بعد سنة قلوا له حاضر خلاص؟ ليه؟ لأنه النمو العين عند الأطفال بيصاحبوا تغير في حدة الإبصار فتلاقوا الطفل ممكن يحتاج نضارة تانية أو بمعنى أدق يحتاج عدسات تانية ممكن نفس النضارة تبقى تمام بس هيحتاج كشف طبي آخر خلوا بالكوا قوي من نقطة دي لأن فيه أطفال يعني بيفضلوا لابسين النضارة دي فترات طويلة جدا من غير إعادة الكشف أنه يكشف مرة واحدة السبب السابع من الأسباب المرضية التي تؤدي للصداع هو هبوط مستوى السكر في الدم وده إما لأسباب مرضية يعني خاصة باختلال مستوى حرق السكر في الدم يعني أن الطفل قدر الله يكون عنده سكر أو كده أو إهمال الأكل سواء أن الطفل ما يكونش بيفطر كويس أو ما بيكونش بيتغدى كويس أو أنه هو بيأكل حاجات تسد النفس زي أنه هو مثلا بيأكل المقرمشات والمشعرفين اللي تكلمنا حضراتكم عليها في حلقة قبل كده أو بيأكل حلويات أحيانا الحلويات الحلويات بتعمل حاجة في منطقة الخطورة أنها بترفع مستوى الإنسولين قوي في الجسم يعني أول ما بناكل حلويات حاجة حلوة الجسم بيستفز جداً فبيبتدي يفرز إنسولين علشان يحرق السكر ده اللي في الحلويات خلاص الإنسولين أحيانا بيطلع كتير ما بيطلعش مناسب للحلويات بس فتلاقوا بعد كده هو حرق السكر ده اللي اتاخد في الحلويات ده لكن مستوى الإنسولين فضل عالي في الجسم وإحنا ما كملناش أكلبة أو مكلناش فيقوم نحس بهبوط أو نحس بأزمة تمام؟ خلوا بالكوا قوي من الحكاية دي وخلوا بالكوا جمعا من حكاية أكل الحضانات حضانات كتير قوي الحضانة اللي بنودي فيها الأطفال مش الحضانات المدرسية حضانات كتير قوي بيتفخروا إنهما بيقدموا أكل والحقيقة إن النقطة دي بقى بالذات لو ما كانش الأكل اللي هو مستوى جودة معين يبقى ضرروا أكتر من نفعه خلوا بالكوا من النقطة دي ليه؟ إن فيه أطفال ممكن ييجي عليها وقت الأكل اللي هو الساعة 12 وحدة ومش عارف إيه مثلا يعني يبتدوا يدوا للأطفال أكل معين خلاص؟ الأكل ده ممكن ما يكونش قد كده يعني حاجات يعني مش مفيدة قوي طب ده خطورتها في إيه بقى؟ إنه لما الطفل بيرجع من الحضانة ما يكلش الأكل الحلو بتاع البيت الأكل المفيد فهمتوا قصدي؟ فلازم لما نودي طفل حضانة ونسأله ونقولولنا احنا بنأكل بنقدم ثلاثة وجبات بنقدم فطار بنقدم غدا بنقدم سناك اللي يوم بيتكلموا بفخر كده تمام؟ يعني أنا الحقيقة بشكل شخصي مع إن الحضانات ما تقدمش أكل وينهوا اليوم بدري علشان الأطفال تاكل صح في بيوتها خلاص؟ لازم تتأكدوا بقى في حالة تقديم أكل في الحضانة الحضانة دي بتقدم أكل عامل إزاي؟ مستوى بجد عامل إزاي؟ مفيد ولا لأ؟ خلاص؟ لأن دي نقطة مهمة جدا لأن إحنا عايزين الطفل يأكل صح خلاص؟ ودي نقطة يعني كانت مهمة أن أنا قلتها كده السبب التامن والحقيقة بقى أن ده السبب الأكثر خطورة على الإطلاق مش بقولكو فيه أسباب مرضية خطيرة وفيه أسباب خطيرة جدا ده بقى السبب التامن ده الخطير جدا وهو حالات إصابات المخ لقدر الله بالالتهابات أو النزيف أو الأورام ده يؤدي طبعا للصدع بصفة عامة لابد من مراجعة طبيب الطفل وسؤاله عن نوع الأدوية أو تحديدا المسكنات اللي ممكن استخدامها في حالات الصدع أهم خطوة في التعامل مع الصدع هو التعامل مع السبب سواء كان السبب من مجموعة الأسباب غير المرضية اللي قلناها أو كان من الأسباب المرضية في حال عدم التحسن لازم مراجعة الأمر طبيا وبكل جدية فيه أعراض خطيرة ممكن تصاحب الصدع عايز أقولها لكو بسرعة قبل نهاية الحلقة لو لقينا مع الصدع ارتفاع في الحرارة أو دوار اللي الدوخ يعني أو ترجيع أو تصلوا بالرقبة يبدأ حالة خطيرة وطبعا إذا كانت حصلت إصابة في راس الطفل يعني لو الطفل قال لنا أنه وقع أو تخبط على دماغه أو حاجة خبطت في دماغه أو كده سواء كانت قدامنا حصلت قدامنا أو أن الطفل حاجة عنها لقدر الله في الحال تاني وأخيرا بدعوا حضراتكم أنكم تهتموا بالاستماع لشكوى البنات زي شكوى الأولاد بالزبط لأن في ناس عندهم قناعة كده أن الأولاد بس هما الأشقية وبالتالي الأطفال الأولاد يعني هما اللي بيجي لهم الصدع وهما اللي بي اللي ممكن يحصل لهم مثلا وقوع أو الكلام ده كله لا لازم نسمع البنات بنفس القدر من نفس القدر من الاهتمام زي ما بنسمع الأولاد بالزبط ده كان موضوعنا التاني النهاردة في حلقتنا وكان عن الصدع عند الأطفال ويا رب تكونوا استفدتوا منه وإن شاء الله كده إذا ربنا أراد وكان لنا عمر نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة من يحكى أننا من التلفزيون المصر هشوفكم على خير بإذن الله سلام عليكم اشتركوا في القناة